في ظل استمرار اغلاق الموانئ الاوكرانية المطلة على البحر الاسود تلجأ الدول الغربية الى اعادة احياء نموذج جسر بيرلين الجوي عقب الحرب العالمية الثانية لمساعدة اوكرانيا في تصدير الحبوب المانيا فتحت خطا للسكك الحديدية لنقل ملايين الاطنان من الحبوب العالقة في الموانئ الاوكرانية وذلك عبر اكثر من ثلاث رحلات يوميا لنقل الحبوب الى موانئ مختلفة على بحر البلطيق والبحر الادرياتيكي الشركة الالمانية تقول انها ستنظم المزيد من الرحلات والطلبات من خلال القطارات لتفادي مجاعة لحف الافق في اجزاء من العالم لسيما في افريقيا واسيا وتهدد سلة خبز اوروبا ولتسهيل بمهمة قطار برلين اقامت بولندا نظام عبور حدودي خاص مع المانيا لتسهيل عمليات التسليم ولدى خروج القمح من بولندا سينقل الى مرافق المانيا الشمالية لتصديره الى اماكن اخرى من جانبها رومانيا كذلك فتحت مرفق كونستانسا المطل على البحر الاسود امام القمح الاوكراني وكانت شركة سكة الحديد الاوكرانية قد اطلقت مبادرة لنقل محاصيل الحبوب الى حدودها مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا حيث يمكن تسليم الحبوب الى الموانئ والمراكز اللوجستية في الدول الاوروبية لكن كيف تقول ان القطارات يمكنها نقل كميات محدودة من الحبوب وبتكاليف باهضة تتجاوز مائة وستين دولارا للطن في حين كانت قبل الحرب لا تتجاوز الاربعين دولار ووفق الاحصائيات فانما يصل الى اثنين وعشرين مليون طن من الحبوب لا تزال عالقة في اوكرانيا بسبب حصار روسيا للموانئ الاوكرانية الامم المتحدة حدرت من ازمة غذائية متزايدة يمكن ان تستمر للسنوات في حال عدم التصدي لاسبابها ودعت لاتاحة تصدير الحبوب الاوكرانية اشتركوا في القناة